لمحاولة فهم تفاصيل أوفة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة جمال فروانة مدير جمعية أنصار لشؤون الأسرة سيد جمال هذه القرارات التي يريد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والتي أقل ما توصف بأنها عنصرية إلى ماذا تهدف الأسير بين يديه ماذا يريد من وراء هذه القرارات أولا نود التوضيح هنا بأن هذه الانجازات هي الحد الأدنى مما نصت عليه معاملة السجناء من قبل إدارة السجن وهي الوثيقة الدولية أضافة لذلك ما نص عليه القوانين الدولية وتحديدا اتفاقية جينيف الرابعة التي نصت على المعاملة الحسنة والكريمة للأسرة في السجون نحن نتحدث عن إنجازات تحققت أيضا ليست منة من الاحتلال بقدر من أنها تضحيات قدمتها الحركة الأسيرة على مدار تاريخها واستطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه بمعنى أننا نتحدث عن معارك طويلة خضتها الحركة الأسيرة ستتصل إلى هذه الانجازات التي نعدها هي انجازات الحد الأدنى مما نصت عليه الموثيق الدولية ماذا يريد الاحتلال هذا ما نود وتفسيره بأن الاحتلال الآن يستخدم ورقة الأسرة في الدعاية الانتخابية رأينا في الانتخابات السابقة للكنيسة الإسرائيلي أن الأحزاب تتنافس على استغلال ورقة الأسرة في هذه الدعاية الانتخابية وبعد ذلك أصبحت هذه الأحزاب التي استغلت الدعاية الانتخابية ضد الأسرة أصبحت هي من تشكل الحكومة وهي من شكلت الحكومة الإسرائيلية وبدت بسن القوانين سواء في لجنة التشريعات أو سواء في الكنيسة الإسرائيلي وقررت جملة من القوانين وقلنا بأنه الـ 2018 كان الأسوأ على مدار الحركة الوطنية الأسيرة ويأتي قرارات وعقوبات اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي قلعاد هي استكمال لهذا الأمر من جهة ومن جهة ثانية بأنه سيستغل وخاصة أننا على بواب انتخابات جديدة للكنيسة والأحزاب الإسرائيلية في المشتمع الإسرائيلي إضافة لذلك نعم تفضل أكمل فكرتك يعني إضافة لذلك بأنه يعني هم يسعون جاهدين من أجل وسم النضال الفلسطيني بما تمثله شريحة الشهداء والأسرة بين قسين بالإرهاب وهذا له فترة طويلة يعمل عليه المجتمع الإسرائيلي وأحزابه المختلفة وحتى الحكومة الإسرائيلية نفسها نعم وبدأت من خلال يعني العمل على منع الإفراج أو خصم الرواتب أو كل هذا يأتي في هذا الصياق هذا الأمر استكمال لهذا الأمر وكأنه يوحي للعالم قلدان جالد والأردان واللجنة المشكلة بأن الأسرة يعيشون برفاهية كاملة طيب على ذكر الأسرة ماذا برأيك إن نفذ الأسرة الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تهديدهم بالإدراب والعسيان الشامل هل تعتقد أن هذه خطوة تستطيع أن تؤتي ثمارها؟ هل هذا سلاح قوي في أيدي الأسرة الآن؟ أولا أود إخباركم بأنه قبل قليل وصلنا بيان من الأسرة في سجون الاحتلال موقع من كل التنظيمات من أسرة كل التنظيمات في داخل السجون أسرة فتح وأسرة حماس وأسرة الجبهة الشعبية والديمقراطية وكل الفصائل المتواجدون وأكدوا في بيانهم على أربع نقاط أهم على الإطلاق بأنهم لن يسمحوا بتمرير هذه السياسة وهذه العقوبة وسيتخذون الإجراءات المناسبة للرد والخطوات المناسبة للرد على هذه الإجراءات وقالوا بأننا موحدون في هذه المعركة ولا أي خلاف في داخل السجون حول كل الخطوات لكن الآن تجري مشاورة وقلت في لقاءات سابقة بأن هناك مشاورات لكن كانوا داخل قيادة الحركة الأسيرة في داخل السجون للرد على الانتهكات والرد على القوانين لكن ما كان يمنع ذلك هو خلافاتنا خارج السجون وأوضاعنا الصعبة التي كنا نعيش فيها لكن يبدو بأن العقوبات التي سيفرضها والقرارات التي سيفرضها يفرضها وزير الأمن الداخلي ستسرع وتشرع الخطوات التي سيتخذها الأطرق وأنا أقول لكم وحسب توقعاتي أن عام 2019 سيكون إن كنا 2018 كنا أن الأسوأ سيكون الأسوأ الأسوأ وسيكون بإذن عام التحدي للأطرق ضد هذه الإجراءات وأقول لكم وحسب توقعاتي الشخصية بأن يوم الأسير الفلسطيني الذي سيكون في السابع عشر من نيسان هو يوم الانطلاع شكرا جزيلا وصلت فكرتك من غزة أشكرك شكرا جزيلا جمال فروانا مدير جمعية أنصار لشؤون الأسر وصلت 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 و Hilfe